دائمةً سرمدًا وعلى آله السادة النجبًا أولو الفضل والحجة حتى ترضى يا رب ويرضى وحتى يعمنا رضاك ورضاه صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على أنوار الحق التي تجلت في كربلاء الطاهرة أيها الموالون إنها أنوار تتجلَّ اليوم في هذا الرحاب الطاهر في رحاب المولى أبو الفضل العباس عليه السلام في كنف الكفيل المفدَّة لنحيي ذكرى ميلاد سيدة الصبر والعزة إنها ليلةٌ يفيض فيها القلب شوقًا وتتوهج فيها الأرواح حبًا ونحن في حضرة من حملت الرسالة وأضاءت ظلام كربلاء بصبرها وثباتها الروح التي عانقت الجراحة وحملت ثقل المصائب قلب الحسين ونبض رسالته واللسان الناطق بحقهم والعين التي وثقت كل فصول رواية الإسلام ملحمة الصبر أيقونة العشق الإلهي العقيلة العالمة العارفة الموثقة الفاضلة الكاملة عابدة آل علي المعصومة الصغرى أمينة الله نائبة الزهراء عقيلة النساء شريكة الشهداء البليغة الفصيحة الصديقة زينب الحوراء لذكر اسمها الطاهر صلوا على محمد وآل محمد نحن العطاش لفرحة وقد انبرى ميلاد زينب وهو نعم المشرب به نرتوي فرحا وهديا قيما يبقى نميرا طيبا لا ينضب والناس تهرب نحو وهم عندما يجتاحها من طول هم غيهب ولنا بعطرة أحمد عند الأسى نعم الملاذ بهم ونعم المهرب أيها الكرام في هذه الليلة المباركة دعونا نترك المجال لقلوبنا لتخفق في حضرة السيد الحوراء زينب ولتفيض بالحب والجلال لمن جعلتنا ندرك أن التضحية ليست مجرد كلمات بل هي مسيرة حياة فمرحبا بكم في هذه الذكرى الطاهرة ونسأل الله أن يجعلنا من التابعين لنهجها ويزيدنا إيمانا بقدسية رسالتها وكل عام أيها الكرام أيها الأحبة وأنتم مغمورون ببركة حبها الطاهر فالنبض وتر واللسان ريشة والروح تعزف لكم أنغام الترحاب أيها الكرام أيها الأفاضل ابتدئوا ترحيبي الأجل من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة جميع الأقسام والعاملين من خدمة أبي الفضل العباسي عليه السلام وباسمهم جميعا وباسم العلماء والفضلاء والأدباء والشخصيات التي حضرت في حفلنا هذا لكل الزائرين الوافدين المتنعمين الجالسين تحت هذا الكنف الطاهر وفي ظل المولى أبي الفضل العباسي سلام الله عليه أيها الكرام نبدأ هذا الحفل المبارك بتلاوة آيات الله البينات نستمع وننصت لها بصوت القارئ الأستاذ قارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ عمار الحلي استقبلوه محفوفا بعدد الملائكة الذين يحصون فضل الصلاة على محمد وآل محمد أفلح من صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زجاجة الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية تحيدة كثيرا بهذا تحيد المصباح ولو لم تمسس أنار نور على نور نور على نور يهد الله لنورك من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن تنفى وينكر فيه اسمه يسبح له فيها من الغدوء والآصال رجال لا تلهيق امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد أحسنت طيب الله أنفاسك ومتعك الله ومتعنا دوما بتلاوة القرآن والاستماع لها أيها الكرام نحن نجتمع اليوم لذكر الحوراء زينب نحتفي ونحتفل بذكرها هل نحتفل لنأنس ونفرح فقط ولنا خلف السواتر وفي ثغور المسلمين رجال يقاتلون أراضي للخلق نعم أيها الكرام نحن لا نحتفل لأجل الأنس فقط بل لنقول نحن نحتفل لنذكر العالم أجمع أننا أبناء زينب زينب التي رفضت زينب التي حولت الألم وقوداً للانتصار زينب امتداد ثورة الرفض وقائدة حرب السرديات فبينما لنا رجال يقاتلون على السواتر نحن نقف اليوم هنا لنقول أننا أبناء زينب الذين نقاتلوا بالحرف الذين نقاتلوا بالاحتفال الذين نقاتلوا بذكر محمد وآل محمد نرغم أنوف الظالمين بتجمعنا بحبنا بولائنا نعم نحن أبناء زينب التي كانت رائدة الرأي العام نصنع رأياً عاماً بتجمعنا برفضنا وندعو لأجل هؤلاء الذين يقفون للقتال اليوم بأن يشحد الله هممهم وأن يسدد رميتهم وأن يشفي جراحهم وأن يرحم الشهداء منهم وأن يجعل الرضوان والرحمة والنور في قبور من غادرنا من الرموز الشهداء الأبرار نعم أيها الكرام جميعاً بالقلوب بالأرواح بالنفوس نرفع الأياد بالدعاء ونتوجه أيضاً للسلام والصلاة على السيدة الطاهرة القدسية زينب الحوراء لينطلق السلام من صحن المولى أبي الفضل العباس إلى حيث أزقة الشام ونقول السلام عليك يا منار القدس المحمدي والإخلاص العلوي والطهر الفاطمي والحلم الحسني والإباء الحسيني ورحمة الله وبركاته قلوا معي أيها الكرام ليصل الصوت عبر الأثير من صحن المولى الكفيل إلى صحن المولى أبي عبد الله يمر ليأخذ السلام إلى السيدة الطاهرة الحوراء زينب السلام عليك يا وارثة المعالي السلام عليك يا وارثة معالي أهل الكساء وعلوم أهل العباء وعبادة قطب التوحيد والإيمان والولاء حليفة التهجد والذكر والدعاء في الرخاء والبلاء والقوامة لله بالحمد والشكر والثناء في السراء والضراء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاتي يا زينب بالقلوب جميعا سيصل السلام ونحن نعلم ونوقن ونتيقن بأنهم يسمعون السلام ويردونه وسيصل لقلبكم رقة تستشعرونها إن شاء الله وستأخذون الضمانة من كفيلها أبي الفضل العباس ومن أخيها الكبير ومن رمز العشق الإلهي سيد الشهداء إن شاء الله اليوم جميعا مقضية كل الحوائج ببركة محمد وآل محمد أيها الكرام ننتقل معكم إلى كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ صلاح الخفاجي استقبلوه محفوفا ببركة الصلاة العاليات على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولا يا أبا الفضل العباس يا قمر العشيرة السلام على فخر المخدرات وعقيلة بن هاشم الصديق الصغرى والسيدة الكبرى مولاتي زينب شبلة أمير المؤمنين السلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته قال الله في محكم كتابه وعزيزي خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم لنا أهل لعلوا في هذه الدقائق الآن يتعرضون إلى القتل والحرق وهدم الدور ولله كمّل هوفة متأسية بزينب وباكية على زينب أيام عمرها الآن تنظر إلى أكبادها وتنظر إلى دارها ولعلها مشردة ولعلها نعم مقهورة ومظلومة وينتظرون منا ونحن في سلامة وعافية وفي هذه البقاع المنورة وجنة كربلاء خصوصاً التي يستجاب بها الدعاء أن نتوجه ولا سيما في هذه المناسبة ونرفع بين أيدينا زينب بنت أمير المؤمنين سيدتنا ومولاتنا في دفع وكشف البلاء عنهم و جبر خواطرهم إن شاء الله وشفاء جرحاهم ورحمة الشهداء والأموات وأن تسكن القلوب الملهوفة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد في الحقيقة إن أعظم ما يمكن الاستفادة منه من المناسبات هو البحث عن نسبة فيما بيننا وبين من نحتفي به ولو بمقدار خيط من ذلك الحبل الشديد خيط من هذا الحبل إن شاء الله بركة وعافية فعندما نذكر مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها وتربينا منذ الصغر ذكور وإناث بأنه هذه المرأة الجليلة المقرونة بملحمة الطف والناصر العظيم لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ولكن يحق لي ولكم أن نبحث عنها في كتاب الله جل وعلا عندما نقرأ القرآن أين زينب عليها السلام في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم بل هم عن ذكرهم معرضون حتماً تكون مولاتنا زينب لا سيما مصاديق الإيمان والنجاة في القرآن الكريم أظن ما أدري عاديها ويايا لعله عشر مصاديق موجودة ابتداء تأريخياً من أمنا حواء أول تائبة ومنيبة ومقبولة توبتها طبعاً هذا المقبولة توبتها بمن ببركة محمد وعالي محمد قالت قال قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا النموذج الأول يعرضه لنا القرآن رجال نساء النموذج الثاني تأريخياً أظن وامرأته قائمة فسكت وجهها فقالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً قالوا رحمة الله عليكم وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فبشرناها بإسحاق وهي سارة الجليلة العفيفة الشريفة السيدة زوجة إبراهيم والنموذج الثاني قال ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وأيضاً بشرناها بإسماعيل وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون لهذه المرأة عنوان ورمزية كبيرة كل حجي كل حجي يبطل حجة ويبطل شوط الطواف إذا مشى على قبر هاجر أم إسماعيل هايحفظها مني كل حجي إذا داس على قبر هاجر طواف بالبيت باطل فلابد عليه أن يدور حول حجر إسماعيل وإنما حجر إسماعيل تلك البقعة رعاية وكرامة لقبر أمه هذه العفيفة الغالية عند الله تبارك وتعالى التي بعد كبر سنها الله رزقها بصبي مرة كبيرة تلاحظ وولدت فلما بلغ معه السعي قال يا أبني أني أرى في المنام أني أذبحك وين يا إبراهيم ماخ الزبيل وماخ السكين منك أم من الله قال من الله قالت الله لا يتركنا هذا كلامي أوجه إلى بناتي وأهلنا في لبنان الله لا يترككم وما يتركنا إن شاء الله هذا الكلام هذه المرة عندما بنى إبراهيم البيت قالت يا إبراهيم شوفوا الغيرة على الدين هذه الغيرة على الدين قالت يا إبراهيم هذا البيت ما مغطي ما علي شرشف ما علي كسوة فالله أعطاها أول شرف أنكست الكعبة غزلت من الصوف بسبعة أذرع واختارت عدة ألوان ثم كانت كسوة الكعبة بأنه إبراهيم قال إلهي هذه هدية هاجر ثم بعد ذلك الكلام ينحدر بعد إبراهيم فنادته إحداهما على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت لا نسقي قبل الآية لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هذه البنات لازم ينتبهين المولات ما مولات الماء عزيز خلي العائلة فديوم يوما ينقطع عنها الماء جدا عزيز والبنات جايات يريد يأخذان ماء المن الأبو هنشعيب تلاحظ وبسبب الإزدحام ما أرادنا أن يزاح من من الحياء والعفة والشرف اللي هو أكبر رأس مالي الآن لدى المجتمع الديني بل لعله حتى الشرقي حتى البوذية والهندوس عدهم شيء من العفة والشرف التي فقدت فيه أوروبا وأمريكيتين وغير هذا العالم الغربي الآن إذا يحسدوننا على شيء أقولها بصراحة العلم والطائرات والمسيارات والصواريخ موجودة وين عدهم لكن لا شرف ولا عفة ولا حياء ولا غيرة بهيمية يعني لا نسخي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير هاي النموذج قرآني لطيف ثم بعد ذلك النموذج الأعظم والأروع الذي راح نعم يضرب مثلا في القرآن من ضرب الله ضرب الله بالماضي في بيان بأنه على تأكيد ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسيا ابنة مزاحم التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المرأة سبب لرفع ديانة التوحيد الديانة المسوية في تلك الفترة وضرب الله أيضا مثل الذين آمنوا العطف ومريم ابنة عمران التي قالت التي أحصنت فرجها أم مريم أيضا لاحظوها بالقرآن في بعض الأحيان هناك إشارة إلى عظمة أم مريم أكثر من نفس مريم يعني هذه المرأة التي طبعت على التوحيد والفطر السليم وحب الله تبارك وتعالى وأيضا الغير على الدين هاجر ما أرادت بيت الله يبقى عريان أرادت تكسي هذه المرأة أم مريم ما أرادت البيت يخلو من الخدمة والرعاية ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم انقهرت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم شاء الله تبارك وتعالى بسبب هذا النذر نذر بسيط أن يكون ديانة توحيدية عظيمة يحمل لواءها عيسى بن مريم والحواريون إلى أن الأمثلة تترى عندنا أمثلة أخرى أم موسى المرأة الصابرة الملهوفة زين ربطنا على قلبها قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لا تحزني أصبر شوي النار أدوه إليك وجاعلوه من المرسلين هذه نماذج بصراحة أقولها في نفسي هكذا عندما بحثت عن مولاتي زينب اللي تربينا من عمر أربع سنوات على زينب ومصيبة زينب وجدت لعله كل ما أراد الله تبارك وتعالى من أن يضرب أمثلة بالقرآن صبت في هذه السيدة زينب وأمها فاطمة التي هي سيدتي نساء العالمين شاء الله تبارك وتعالى أن يكون تيار ونهر القرآن الجاري هكذا إلى أن يصل إلى المصب ويكون نعم أنه تحقيق الذات والعروج إلى الله والاستفادة من التجارب الأنبياء والأولياء والصابرين فبالحقيقة لو نظرنا بعد القرآن وتلك المحاكات ما بينه يكون يعني اللي أريد يعني أوصل إليك بأنه أفضل قارئة للقرآن بعد الزهرة أفضل قارئة هي زينب عليه السلام أفضل قارئة وأفضل متدبر للقرآن فكل ما كان من تلك التجارب العظيمة التي شاء الله تبارك وتعالى أن يرفع بها عنوان المرأة والتي لعله يزايد عليناهم الأبالس والبهيميين بانحطاط المرأة عندهم أن ينسقل في هذه الشخصية العظيمة وسوف أبين لك ذلك أو أنا وياك حقيقة حايرين يعني كل ما أردنا أن نفسر بعض المواقف من الحوراء زينب لا تجد له جوابا سوى القرآن يعني بأنه هذه المرأة عجنت بالقرآن وبآيات الله تبارك وتعالى فخير مثال للنسوة وفي هذا العام الفين واربع وعشرين خلي فتشا عن زينب الحقيقية زينب بنت أمير المؤمنين زينب اللي جزاه الله خير اللي يختار عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام اللي ما عندها هم يوم عاشر عاشرة ما عندها هم ولا شغلة يروي أن هذه الرواية إمامنا زين العابدين بعد أن شد الخيام سيد الشهداء أبو عبد الله وجعلها خيمة واحدة شار الأوتاد نظرت إليه في ليلة العاشر من المحرم أسرع إلى شيء من أغراضه أخرج سيفه وراح يصلحه وراح ينشئ ويقول يقول أسرعت إليه عمتي زينب أرجوك تأمل هذا الموقف سقط إزارها من على عاتقها لم تبالي به وقفت أمام سيد الشهداء أبو عبد الله وقفت كأنه سمعت يا دهر أفل لك من خليلي قالت أخي أراك تنعى نفسك وكأنك تغتصبها اغتصابا يقول أطرق أبو عبد الله يعني جاوب هالأمر كذا شوف السؤال أسألك بالله تأمل من هذه الشخصية القرآنية قال لي ذيك قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة قال لي مريم عليها أقنتي واسجدي لربك واركعي مع الراكعين قال لي كل هذه الأمثلة قالت أخي أبا عبد الله هل استعلمت من أصحاب كنياتهم إني أخاف أن يسلموك عند المنية واصطكاك الأسنة ما هذه الحكمة ما هذه الشجاعة ما هذا الرجحان العقلي ما هذه القوة ما هذه الإرادة حق لكل شريفة وعفيفة أن تفتخر بانتسابها إلى زينب عليه السلام أبد مو يمي البكاء ولا يمي المصيبة ولا يمي السبي الشهداء إذا أراد يعني المرأة الظاهر نظرها غير نظار وعينها بعين الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض هذا شيء قليل في حقه الحسين مع الله قليل وكل شرف وكل شريف دون شريفك وضيع مهكذا وكل عزيز في جنب عزك ذليل هذا المعنى إمامنا زي العابدين اللي تقول اللهم تقبل منا هذا القرآن قال بلى يا أختاه لقد بلوتهم وخبرتهم فما وجدت منهم إلا الأقعس الأشوس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحال بأمه ينقلن الموقف منه الإمام زي العابدين يقول فانحدر من عينيها الدم نزلت الدموع من عينها أنا في نفسي أقول هاي دموع فرح مو حزن استفشرت خيرا مولاتنا زين بأنه ملحمة عظيمة رائعة ثمرة الأنبياء وخاتم الرسل وجميع الأولياء أرادت أن تكون رائعة بجميع مستويات الطرح انصح التعبير فعندما أرادت مثلين يعني أقول آسيا تنتمي إلى أفضل قصر آسيا ابنة مزاحم والخدم والحشم وكل ما كان بقصر فرعون وما أرادت ذلك البيت لاحظ مولاتنا زينب عليها أفضل الصلاة والسلام زوجها عبد الله بن جعفر الطيار شريف قرش والكريم المقدم وأبوه جعفر الطيار وأمه أسماء بنت عمس وهذه المرأة العفيفة المشهورة الشريفة التي مع إكرام لها أيضا نعم يعني ترى عبد الله بن جعفر يعني تزوج زينب ابنة زوجة أبيه هذه المعلومة لعله تخفى على البعض عبد الله بن جعفر زينب تكون ابنة زوجة أبيه لأن أم عبد الله أسماء بنت عمس تزوجها أمير المؤمنين صلوات ومن قبل كانت قد ولدت منه محمد بن أبي بكر مرأة شريفة وعفيفة ومشهورة بنعم القلب الطاهر ودماثة الأخلاق وتضرب به الأمثال يقول ماتت عن مئة سنة لعله حتى لم تقلع درسا واحدا هكذا المرأة يوصفها بعض فعموما هذا العز العظيم الذي كانت فيه والمظائف اللي مفتوحة اللي عبدالله بن جحفر وعندما قصدت إلى ساحة كرذلاء هذا العنوان وأختم بالعنوان اللي أيضا يقف الإنسان يتحير أمامه هاي بعد يم الشعراء يبرزوه نظرت إلى إمامنا زين العابدين عندما مروا بهم على الأساد هذا خادم العزاء والروزخون غير مولاتنا زينب بالمصيبة ما عنده ولكن أكو بعض المواقف حقيقتين بالعكس يبدو بأنه يبدو بأن هذه المرأة تمتلك من الصلابة والقوة آلاف الرجال ما يملكون شيء منه قالت ما لي أراك يا ابن أخي يا ثمالة الماضين وبقية تجود بنفسك أراك تجود بنفسك عندما نظرت إليه وقصت عليه هذا الحديث الذي يرويه ابن قولوه في كامل الزيارات وشوف حكمتها عجيب والله حكمة هذه المرأة أبوها علي عليه أفضل الصلاة والسلام يحتضر أم الددي على القبلة بأبي وأمي بعد ضربة ابن ملجم قالت أبا حديث أم أيمن سامعت أنا أحب أن أسمعه منك فراحت تردد عليه الحديث هكذا حدثتني أم أيمن الحديث الذي معروف بأنه لا تحزني يا فاطمة عندما يخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمه أيمن حاضرة لاحب يخبر فاطمة بأنه لا تحزني يخلق الله له رجال نساء يقيمون له العزاء يبكونه عام بعد عام جيل بعد جيل يرفعون له على من بالطيف كلما أراد الطغاة طمسه واندراسه لا يزداد إلا علو وأنا أشفع إلى هذا الحديث قالت يا أب أحب أن أسمع قال بنيه وكما ذكرتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرف ما بيننا وبين مولاتنا زينب نحن نعرف على هذه معرفتنا البسيطة والرجاء بأنه تقبن خدام عند كفيلها اللي هو تعزه هو أي تعزه وتحبه أبو الفضل العباس يقبن إن شاء الله خدام ويعرف بينه وبينهم وما ينسون في يوم القيامة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض أهلنا الصابرين المنكوبين الخايفين المرعوبين العوائل الأطفال اللي ما يعرفون حقيقة نسأل الله تبارك وتعالى أن تمد مولاتنا زينب وهي بعد شايفة المصائب كلية وأن تمسح ما بهم إن شاء الله بيمينها وأن تعافيهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد خالص الشكر والامتنان لفضيلة شيخ صلاح الخفاجي على ما قدم وهو الذي دار بنا في هذا الفلك القرآني ونحن في ذكر ميلاد الفضائل كلها في ميلاد سيدة الحكمة في ميلاد سيدة الصبر في ميلاد سيدة العفة في ميلاد سيدة الفضائل وأكتفي نعم أيها الكرام وأفضل ما يمكن أن نؤدي أن نقدم أن نرسل من التحايا هو رفيع الصلاة على محمد وآل محمد في حضرة ولادة القديسة الحوراء ننتقل معكم أيها الكرام إلى حروف الشعر الفصيح وكل ما يلتسق بالطهر يصبح طاهرة إلى الحرف الطاهر كطهر المولد المبارك والكلمات التي تحمل معدن الأصالة وروح الجمال مع شاعر يصف الجمال بريشة الفن الأدبي ويرسم بأبياته لوحات تطبع أو تطبع أبلغ الأحاسيس في الأرواح وتأخذنا إلى أفق من الصفاء والنقاء يصف يوم الولادة المظهور المظفور بالحزن فيقول يوم الولادة إذ ذكرتك باكيا فالحزن سال على فمي واستعذب خبأت دمعي إذ هممت بضحكة والجرح فاح بما نزفت ومغتب نحن وإياكم نستقبل في هذه الليلة المفعمة بالقدسية والنور الشاعر الأستاذ نجاح العرسان ليأخذنا في رحلة بين أروقة الشعر الصادق ومعاني الوفاء السامية استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ونحن في هذه اللحظات التي نحاول فيها أن نحتفي ونحتفل بهذه الذكرة الأعذب والأجمل على قلوبنا ولادة سيدتي ومولاتي الصديقة الطاهرة زينب الكبرى عليها السلام تتداخل الأحزان إلينا من كل مكان ونحن في هذه الظروف التي لا تخفى على الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذا اليوم ببركة هذه الولادة أن يمن بالأمن والأمان والسلام على كل أحبتنا وأخواننا في لبنان وفي فلسطين الذين يتعرضون الآن للقتل للإبادة للدمار وللنار اللهم نسألك ببركة زينب أن تفرج عنهم وأيضاً قبل القصيدة الكتابة لأهل البيت هم كبير ومسؤولية كبيرة وكلما كتبنا قصيدة نشعر بالتقصير لا نشعر بالفرح الله سبحانه وتعالى أن كان أن كنا وفقنا لأن نكتب عنهم فنسأله أن يوفقنا أن نبقى وأن نثبت وأن ندوم على هذه المنحة هذه المنة التي من بها أخوتي أخواتي وفقت لكتابة هذه القصيدة وكان من المؤمل أن تقرأ في افتتاح الشباك الطاهر الذي في دمشق ولكن لظروف معينة لم أوفق لقراءتها وبقيت بين أوراقي إلى هذا اليوم الحمد لله رب العالمين الذي وفقني أن أقرأها في هذه المناسبة شباك الجنة في ظل جفني دمعة تتأمل في ظل جفني دمعة تتأمل إن قلت حي على القصيدة تهمل والقلب والقلب باسط حزنه من تحتها كالعشب ينظر رحمة تتنزل أومت لقلبي فاستحى مستسهلا والشعر أصعبه الذي هو أسهل أومت لقلبي فاستحى مستسهلا والشعر أصعبه الذي هو أسهل عجلان عجلان فاحذر يا ابن عيني إنها أم الفصاحة أيها المستعجل صلت عليها دمعة ضمياء لمس الغمام ضميرها ضميرها إن لمس الغمام ضميرها يتبلل هي دمعة سطعت تباهل نجمة وتجيب وجه الليل عما يسأل من يقصد الشعر النبيل فشعره من نبل مقصده أجل وأنبله من قال من قال أعلم فهو يحسن جهله من قال أعلم فهو يحسن جهله أنا أعلم الشعراء فيما أجهله كيف القصيدة لا تجود كيف القصيدة لا تجود وذكرها الذكر المجيد بما يجود ويجمل سأحدث الكلمات في كلماتها على الخيال يجيد ما يتخيل على الخيال يجيد ما يتخيل جبل من الصبر الجميل جبل من الصبر الجميل وسورة الإنسان في محرابها تتبتل لما تمثل آية لم يلق إلا صبرها مصداق ما يتمثل وجميل صنع الله وجميل صنع الله وعد كرامة والله يحكم ما يشاء والله يحكم ما يشاء ويفعل علم تأبد في الشآم علم تأبد في الشآم مدى الزمان لزينب والقول لا يتبدل ما يتبدل من قال من قال لا تنسى الحسين من قال لا تنسى الحسين أظنه أوصى بما أوصى يصيب ويقتل هل 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 عاقل ينسى فجيعة كربلة هل عاقل ينسى فجيعة كربلة إن كان يعقل ما الذي لا يعقل إن كان يعقل ما الذي لا يعقل رأس ابن بنت محمد بالأمس من بلد لآخر شاهد يتنقل يهدى يهدى لشيطان الملوك يهدى لشيطان الملوك وملكه في رأسه شيطانه يتسول ما أبصر ما أبصر النور الذي يتأمل ما أبصر النور الذي يتأمل الآيات فوق رماحهم ويرتل وعيونه بين العيال وعيونه بين العيال توزعت وعليله بدموعه يتعلل وعليله بدموعه يتعلل ويراك ويراك وحدك ويراك وحدك لا ترين لما ترين سوى الرضا شهد وإن هو حنظل واليوم واليوم من ذهب أتى الشباك فوق رؤوسنا لبلاد مجدك يحمل جئنا جئنا مع الشباك لا جئنا به جئنا مع الشباك لا جئنا به فالفضل أن أباه من يتكفل واليوم واليوم من ذهب أتى الشباك فوق رؤوسنا لبلاد مجدك يحمل جئنا مع الشباك لا جئنا به فالفضل أن أباه من يتكفل وعلى وعلى يمينك من بنيك صوارم وعلى يمينك من بنيك صوارم معنى الثبات عيونهم والأرجل ويقول ويقول باذل نفسه لما بذلت الصف دون الدين ماذا نبذل ويقول باذل نفسه لما بذلت الصف دون الدين ماذا نبذل يتعسلون يتعسلون صلافة الموت الوشيك كأنه من جنة يتعسل يتداركون الموت يتداركون الموت حيث يرونه ودم بأعينهم له يتجول يتسللون وليس من خوف بهم يتسللون وليس من خوف بهم يخشون حين يراهم ويتسللون إذ يسألون الله باسمك حاجة إذ يسألون الله باسمك حاجة حاشا يخيب سعيهم أو يهملوا ما بيننا ما حال يوما حائل لو لا الحروب وأمة تتحول ما بيننا ما حال يوما حائل لو لا الحروب وأمة تتحول لرضاك والزهراء نسعى فاقبلي من القليل مقصرين ونخجل لو لا لو لا طليق على الطريق لو لا الطليق على الطريق وتعلمين لكان مثل الأربعين المحفل ولهزت الصلوات أقطار السماء ولهزت الصلوات أقطار السماء وملائك تعلو وأخرى تنزل بأذان جدك يا علي الأول بأذان جدك يا علي الأول تعل الشهادة فوق ما يتأول والحاضر المهدي يشهد حاضراً أن السنابل أين عتو المنجل واذكر بشعرك ساطعاً أم البنين واذكر بشعرك ساطعاً أم البنين وأشبلاً ذل المنون وأذهلوا لم تلتفت لما نعى الناعي لها لم تلتفت لما نعى الناعي لها أقمارها متلطفاً يتمهلوا أنا ما سألتك عن بني وكيف هم أنا ما سألتك عن بني وكيف هم عن سيد الشهداء ويحك أسأل وفت وفت لها الزهراء ما أوفى به وفت لها الزهراء ما أوفى به به الكف القطيع بعدل من هو أعدل بعدل من هو أعدل يا رب يا رب ندري أنت تدري يا رب ندري أنت تدري يا رب ندري أنت تدري يا شعر ندري يا شعر ندري سيف له أم المصائب كنية ماذا ماذا يسمى السيف حين يكبله والسلام عليكم أحسنتم أحسنتم طيب الله أنفاسكم لا حرمكم الله هذا المداد ولا جففه في حب محمد وآل محمد وما بعد ذلك القول الجميل إلا أن ننتقل إلى الفقرة الأخرى فجمال القول الشعري الذي تقدم به الأستاذ الشاعر نجاح العرسان لا يأتي قول بعده نتحول معكم أيها الكرام إلى الشعر الشعبي الذي يحمل منار القدس المحمدي والإخلاص العلوي مع الشاعر الحسيني الأستاذ فراس الأسدي استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ذلك هو الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين صلوا عليهم أجمعين أصحاب العلم والفضيلة الحضور الكرام زوار الإمام الحسين عليه السلام وأخيه قمر العشيرة جميعاً طاب مساءكم بالخير والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطر الميمون المباركة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا دائماً وعبداً من السائرين على خطى أهل البيت ومن المتمسكين بنهجهم إنه سميع مجيب نصرةً للمجاهدين للمقاتلين وخذلاناً للاعداء المجرمين نقول وإياكم اللهم أني أتوجه إليك بنبيك نبي رحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم لي لي صعوبتها وحزونتها واكفني شغها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وعلي محمد قصيدة الزيارة طلب من أحد الأخوة ثم أنتقل إلى قصيدة المناسبة مدرمني أنا سولف وابدي وياك الحشي وياك يتجادح شرارة تغل عند طلب يم شخص معروف يأخذ واسطة ويدخل مزارة ونياب علي لور التحاتيك أجيب القمر ويدخل للزيارة مدرمني أنا سولف وابدي وياك الحشي وياك يتجادح شرارة تغل عند طلب يم شخص معروف يأخذ واسطة ويدخل مزارة ونياب علي لور التحاتيك أجيب القمر وادخل للزيارة العلي بقد ما يحبك وص بالجار لأن يدرب وفاضل يحمي جارة وصار القمر جارك يا ابو السجاد ودارك يا حسين قبال دارة وقال اللي يريد يزور الحسين يدق باب القمر وانطي بشارة اللي يزور الناس أول يطرق الباب ويستأذن وياخذ استشارة ويسمحولا يلا يدخل البيت ما يدخل بكيفه واختياره ولأن عباس باب وزارتك صار نزورك احنا من باب الوزارة ولأن عباس باب وزارتك صار نزورك احنا من باب الوزارة علاقتكم ضوب قمة التاريخ ما تحتاج توضيح وإشارة اللي يسولف على الأخوة ويفخر بهاي ما ينفعش ما طالف تخاره لأن خوّد قمر هاشم والحسين على كل البشر أخذ الصدارة لأن خوّد قمر هاشم والحسين على كل البشر أخذ الصدارة الواحد يستخير لأي أمر كان ما ينفرد من كيفه بقراره بس زيارتك يا سيد الروح ما تحتاج أبداً استخاره لأن خليت الواحد يستخير لأي أمر كان ما ينفرد من كيفه بقراره بس زيارتك يا سيد الروح ما تحتاج أبداً استخاره لأن خليت باب الجود مفتوح أستأذن ويفتح لستاره وطب الحظرتك وانخاك يا حسين تقل فتح ايديك تحط لي شارة المنارات الشفوف القبه الحسين انت والقمر قبه ومناره المنارات الشفوف القبه الحسين انت والقمر قبه ومناره وادخل يم ضريحك واشكي الهموم وادخل يم ضريحك واشكي الهموم لأن امر الله بيدك واقتداره وسولف حاجتي من وراء الشبات ودرب قلب يمك يطفى نار جيتك وابو فاضل واسطى وياي يسولف لك عن هموم الحيار ومثل ما بالقمر عباس وصيت وقلت كل من دخل باب وزاره أنا يا ابو علي لور التحاشيك أجيب القمر ودخل للزيارة بيعلى أصواتكم الله يحفظكم خدمتك أحق لك قصيرة ثانية حتى ما أخذ وقت من يوم ألا من ناصر والهاليوم من يوم ألا من ناصر والهاليوم محد قدر يوصل عظم موقفها المولودة بحضان النبي وبيت النور ما قدرت أقلام العرش توصفها سجلت مو موقف مشاهد للناس عين وشفوف وراسخوها وطفها ومن تمشي كان يظل للهالرحمن وقدام الأملاك العلي سولفها سجلت مو موقف مشاهد للناس عين وشفوف وراسخوها وطفها ومن تمشي كان يظل للهالرحمن وقدام الأملاك العلي سولفها زينب خلاصة نبي وباب وظلعين زينب خلاصة نبي وباب وظلعين اللي يكتبها لازم يعرف يوظفها مو بس عباية وصوتها يختح شيا المقار قرآن الله ما يعرفها زينب إرادة علي ولتصعب حيل محلولة لو بستر فأصبع شفها شورة العفة مو حتمال لسانة ما يقبل الله بكيفك تحرفها المعطوف يحمل نفس ذيك الأوصاف وزينب على الزهرة العلي عاطفها معناها ثاني فاطمة ونفس النور من كوثر الجنة ونفس معطفها زينب إرادة علي ولتصعب حيل محلولة لو بستر فأصبع شفها شورة العفة مو حتمال لسانة ما يقبل الله بكيفك تحرفها المعطوف يحمل نفس ذيك الأوصاف وزينب على الزهرة العلي عاطفها معناها ثاني فاطمة ونفس النور من كوثر الجنة ونفس معطفها عدها علاقة ويلي بيض وجوه بس لحسينو فاطمة تعرفها عدها علاقة ويلي بيض وجوه بس لحسينو فاطمة تعرفها ما بينها وبين القمر شجرة وماي العباس يوم المشرع أرشفها حلفتها بزينب لا تصد لي عيون وهو بقمرها شموقف حلفها ومن كثر هيبتها ومواقفها معون من كثر هيبتها ومواقفها معون بس بفاضل بلحتي ينصفها بس بفاضل بلحتي ينصفها هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد بس أنتم طيب الله أنفاسكم نسأل الله تعالى أن يوفقكم دوما لأن تنالون هذا الرضا المحمدي وأن تنالون شفاعة محمد وآل محمد ببركة ما تكتبون من حروف ننتقل معكم أيها الكرام إلى ختام مسك هذا الحفل من البصرة جاء ليحظى بالقراءة عند هذا الفناء مقتبسا من وحي الإباء والفداء والولاء على المنابر اسمه متداول وعلى المنصات حرفه حافل كتب في الرثاء واحتفى ولهدي آل محمد المصطفى اقتفى العساوي مصطفى أنا وأنتم أيها الكرام نستقبل الشاعر الأستاذ مصطفى العساوي بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أنصار الحسين السلام على زغار الحسين أخوتي أساتذتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته upgrade بالبد هنيئا لكم ولادة مولاتي سيدة الصبر زينب عليها السلام اللهم اجعلنا من عنصار زينب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد شكرا للأمان العام للعتبة العباسية والقامين على هذا الحفل الكريم لدعوتهم اللهم اجعلنا من خدمة أبو الفضل ومن خدمة الحسين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد قبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أستأذن من مولاي أبو الفضل سلام الله عليه لأقرأ قصيدة كتبت لهذه المناسبة وجديدة وهي قصيدة سيدة النصر قولوا للقصر ولدت زينب لتنتصر قولوا للقصر ولدت زينب لتنتصر صبر الجرح ماي بسرعة يلتم وقضيتك أكبر من السيف والدم صبر الجرح ماي بسرعة يلتم وقضيتك أكبر من السيف والدم وقفت وقفت بنص بشر وقفت بنص بشر يكرههم الطين بشر لو جاسوا الماء يتيمم بقصصهم لو زرعنا الحنظة ليموت الصخر مني استحبطيني تلثم اشتريت القاع كلها بدمي لحسين وجلد القاع كذبر مستحل تم ذبح وخيمتج بس عاشي لاذان انتصار الدين يبدأ من المخيم مولاتي ذبح وخيمتج بس عاشي لاذان انتصار الدين يبدأ من المخيم العباية الفوق راسج ذبحة السيف لذلك نلبس اسودك المحرم ذبح وخيمتج بس عاشي لاذان انتصار الدين يبدأ من المخيم العباية الفوق راسج ذبحة السيف لذلك نلبس اسودك المحرم طلحتي طلحتي وطلعتك عباس للجيش الشرد مني السلم والظال يندم طلحتي مولاتي طلحتي وطلعتك عباس للجيش الشرد مني السلم والظال يندم الترابة صار تل الهسين باس طلحتي وطلعتك عباس للجيش الشرد مني السلم والظال يندم الترابة صار تل الهسين باس أغلى من الذهب قاموا يتقيم ودفنت أخوانك وخليتني أشان الكنز من يندفن بالقاع يسلم دفنت أخوانك وخليتني أشان الكنز من يندفن بالقاع يسلم إن حنيته وصار ظلج قبة تحسين ووقفت وصار ظلج قبة تحسين دفنت أخوانك وخليتني أشان الكنز من يندفن بالقاع يسلم إن حنيته وصار ظلج قبة تحسين ووقفت وصار ظلج ألف مريم ودخلت الكوفة وتلقات محراب وصلاة الفجر كانت ناق عبدم تلقوك بوجه ما بي أثر خير بشر بوجوه صفرة قدس الذن دخلت الكوفة وتلقات محراب وصلاة الفجر كانت ناق عبدم تلقوك بوجه ما بي أثر خير بشر بوجوه صفرة اتقدس الذن ورغم ذلك وقفت علب صفين علو طبل الحرب ياهو يتقدم رغم ذلك وقفت علب صفين علو طبل الحرب ياهو يتقدم انحنى قصر الأمارة وصار لجكوخ احتراما مدرخوف المهم سلم انحنى قصر الأمارة وصار لجكوخ احتراما مدرخوف المهم سلم احتراما مدرخوه في المهم سلم وخذية بثار مسلم قبل الاحسين بدو اروح لخادي ودخلت الكوفة وتلقاتش محراب وصلات الفجر كانت ناقع بدم تلقوش بوجه ما بيه أثر خير بشر بوجوه صفرة قدس الذم رغم ذلك وقفت علي بصفين علو طبل الحرب ياهو يتقدم رغم ذلك وقفت علي بصفين علو طبل الحرب ياهو يتقدم انحن قصر الأمار وصار لسكوخ احتراما مدرخوه المهم سلموا خذية بثار مسلم قبل الاحسين ولو هنيانا مسلم صار بن عم خذية بثار مسلم قبل الاحسين ولو هنيانا مسلم صار بن عم ووصلت الشام مولاتي وصلت الشام وانت بريتك اخوان الهوى البشام يخنق قوة ينشم الصعب ينجر اسمها بجملة عراب صعب بحبال تنجر وتشتم الصعب ينجر اسمها بجملة عراب صعب بحبال تنجر وتشتم ودخلت المجلس وقدامت الروس وهنا بيّن حصاد الروس ودّم اهنا كملت رسالة نحر الاحسين بخطبتك كل عرش ظالم تهدّم انتصرتي وعاشقوتي وهو مذبوح العطش بطف زرع بالناس زمزم اختصرت السالفة وما بين قوسيا قضيتك اكبر من السيف والدم طبعاً حتى ما نطيل عليكم الدنيا باردة وصعوداً لرغبة خدمة العباس سلام الله عليهم القصر قادم شيخ قادم وصلت الكوفة وصلت الشام وانت بريتك اخوان الهوى البشام يخنق قوة ينشم شيخ لازم ارجع ايه وصلت الشام وانت بريتك اخوان الهوى البشام يخنق قوة ينشم الصعب ينجر اسمها بجملة عراب صعب بحبال تنجر وتشتم ودخلت المجلس وقدامت الروس وبدأ موسم حصاد الروس والدم هنا كملة رسالة نحر الاحسين بخطبتك كل عرش ظالم تهدم انتصرتي وعاشخوتي وهو مذبوح العطش بطف زرع بالناس زمزم اختصار السالفة ما بين قوسيا قضيتك اكبر من السيف والدم نعم تطرق الشيخ لكلمة لزينب سلام الله على زينب والاخوة طلبوا شجاعة لزينب يقولون خيركم من تكلمه بلسان قومه يقولون زينب وقفت بباب الخامة سولفت ويا ابو علي سولفت ويا الحسين قالت له ابو علي هل اختبرت انصارك شيخي قالت له شفت ربعك ابو علي يقولون الخبر وصل الحبيب انه زينب تقل للحسين هل اختبرت انصارك حبيب لم ربع قالوا له سلامات عمي قال حبيب الخير ينشد وحشاية الحق حق وما خلتها سكتة وحشا تطق بطق الخير ينشد وحشاية الحق حق وما خلتها سكتة وحشا تطق يلا بولادة زينب اليوم سلام الله يلا يولي البرد الخير ينشد وحشاية الحق حق وما خلتها سكتة وحشا تطق ابطك بتوادم عرب غطت الخيمة بطين حتى تقلمو كل القصص تعرق بتوادم عرب غطت الخيمة بطين حتى تقلمو كل القصص تعرق نجدت راسها ابو علي نجدت راسها ربعك عما يمرس وعرفك زيان ما خاويت الملفك سالفتك عطش دور بربعة غيم المابلة لتشفوفك بالصدق يشرق جرب صيح خوية اشوفهم سبعين الصاحب كون اخوين حسب وقت الطق ابو علي سالفتك عطش دور بربعة غيم المابلة لتشفوفك بالصدق يشرق جرب صيح خوية اشوفهم سبعين الصاحب كون اخوين حسب وقت الطق واريد الهزل خامة الهزل خامة شلي بالفنجان لا تفزع مضيف وبابك مسرق ابو علي دور صدورهم تحمل احشاية خيل حشي الخيل باتر عصدر يسحك ربعك بالودي لو سالفت حاجوز من يعرض البيارة غوادمك تلحق دور صدورهم تحمل احشاية خيل حشي الخيل باتر عصدر يسحك ربعك بالودي لو سالفت حاجوز من يعرض البيارة غوادمك تلحق من يعرش القاسم اهل لو خطار لو وقفت غريبي سولف معلق نهر هالهول تل يفزع خادر خادر ربعك بالودي لو سالفت حاجوز من يعرض البيارة غوادمك تلحق من يعرش القاسم اهل لو خطار لو وقفت غريبي سولف معلق نهر هالهول تل يفزع بعركة ماي والصاحب نفس ما حصله ليغرق خذت من شيب توحديت بها السيف فشلق مالزي انا بصدر ما يندق بطفهوست رباطها العباس والميدان باتر بيسوالف حق انا خلفة مظاهر مو مظاهر ناس ما فشلت ربعي بساعة الملقة ما مطقفاي السيد من يفوت اذا شفت الاحسين اتجذن مع طبقه انا خلفة مظاهر مو مظاهر ناس ما فشلت ربعي بساعة الملقة ما مطقفاي السيد من يفوت اذا شفت الاحسين اتجذن مع طبقه وعابس عابس يروّل عليك عابس تعيش امراد ترى الموقف ضريح الوادي من الشبقة السلام عليكم طيب الله انفاسك الشاعر مصطفى العساوي اختصر الجمالك كله واختتم الحفلة بقوله ومقاله ولا نتكلم بعده ابدا ننتقل معكم ايها الكرام الى اعلان اسماء الفائزين في المسابقة التي اقيمت لولادة السيدة زينب عليه السلام المسابقة الالكترونية التي اشترك فيها ثلاثة الاف وسبعة وثلاثين مشترك وكانت عدد الاجابات الصحيحة فيها الف ومئة وخمسة وثلاثين من هذه الاجابات فاز عشرة فائزين ندعو مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد افضل الشامي لتوزيع هذه الهدايا التقديرية للفائزين الفائز الاول من محافظة ريقار حسين احمد زايد السهلاني احنا راح نعلن الاسماء اللي موجود يصعد مباشرة اللي ما موجود بعدين يراجع قسم الشؤون المالية حتى يأخذ جاعزته حسين احمد زايد السهلاني موجود من النجف الاشرف حيدر عبدالحسين زوين من كربلاء المقدسة حيدر محي عبود الصائغ موجود من كربلاء المقدسة ايضا صادق مهدي عباس الصافي من ذيقار غسان علاو محمد الجوام ومن ذيقار محمد فاضل ظاهر من ذيقار ايضا اسراء نصير حسين من البصرة بتول سعد اسماعيل ومن محافظة باب الفاطمة علي حامد واخيرا من محافظة بغداد هيفاء صاحب مصطفى أكو اسم آخر من اللي أعلنه موجود حاليا إذن خالص الشكر والامتنان سماعت سيد أفضل لتفضله بتوزيع الشهادات عفوا الهدايا لهذه المسابقة والذي أعلن اسمه بإمكانه أن يراجع فيما بعد نسأل الله فاطمة موجودة أين تفضل أعطوها للسيد إذن أيها الكرام في ختام هذا الحفل نتوجه بالدعاء ببعض الكلمات من دعاء أهل الثغور اللهم صل على محمد وآل محمد وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم اللهم آمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة